كثيرة هي الاستفزازات التي تقوم بها البحرية الايرانية بمجموعة من الزوارق الحربية الصغيرة والتي تتوزع هنا وهناك لتوثير حالة من عدم الامن في المنطقة لكن اليوم جئناكم بخبار هام جدا تصور معي عزيز المشاهد ان يكون مثلا ان تكون سفينة صعودية واحدة لديها مدافع يتم التحكم بها عن بعد ومنصة صواريخ تعطي قدرات اشتباكية عالية الدقة ضد الزوارق المعادية وتمكن الزورق لوحده من الاشتباك والتصدي مع العديد من الزوارق الحربية للأعداء في وقت واحد انها بالفعل ضربة جديدة من البحرية الصعودية للبحرية الايرانية اليوم المملكة العربية الصعودية تدشن زوارق كوش دشنت البحرية الصعودية اولى زوارق كوش بتسليح خاص للمملكة العربية الصعودية وزارة الدفاع على تويتر القوات البحرية تدشن المجموعة الاولى من زوارق كوش الفرنسية في الاسطول الغربية القوات البحرية الصعودية ايضا على العربية تدشن المجموعة الاولى من الزوارق الدورية من طراز بيل 2200 كواش فرنسية الصنع بالأسطور الغربي في مدينة جدة تحتوي على مدفع 200 ملم في الأمام ومنصة صواريخ عيار 70 ملم موجهة ومدفع خلفي 12.7 ملم يمكنها من خوض عمليات قتالية بكفاءة عالية ضد الأهداف البحرية المعادية سواء كانت زوارق انتحارية أو معادية بكمية كبيرة كذلك أعمال مكافحة القرصنة والتهريبة تقم السفينة مكون من ثمانية أشخاص وله قدرة للبقاء في عملية بعيدة تصل إلى خمسة أيام إذن هو تسليح محترم لزوارق يستطيع جلد كل الأساليب البحرية التي تعتمد عليها إيران وتهدد بها أمننا القومية دائما هذا العدد سيعطي الأسطول الغربي القدر على التعامل والاشتباك مع المئة من الزوارق المعادية والانتحارية وكذلك يمكن الأسطول الغربي من تنفيذ أعمال الاستطلاع والمراقبة والاعتراض لعملية التهريب والقرصنة البحرية في نطاق عملية الأسطولة البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن فقد أثبت الجيش السعودي بكل فخر قدرات لا تمتلكها أكثر الدول الكبرى واستخدام الزوارق لدى الزوارق مهم لحماية مقدرات القوات البحرية إذن هي صفقة رائعة جدا للبحرية السعودية ستمكنها بإذن الله تعالى من التصدي لجميع الاستفزازات الإيرانية البحرية والتي كثرت في السنوات والأشهر القليلة الماضية المملكة العربية السعودية بتدشينها مجموعة أولى من زوارق الكواش الفرنسية في الأسطول الغربية تضع اللبنة الأولى من مجموعة من اللبنات السابقة لتعزيز قدرات البحرية السعودية لتصبح الأقوى وبدون منازع في المنطقة ترجمة نانسي قنقر